خبراء يكتشفون عن سبعة أجزاء موجودة داخل الدجاجة يقولون لك يجب عدم تناولها واحد الجلد اثنين الرأس ثلاثة الرقبة أربعة الرئة خمسة لمعاء ستة الأرجل وفي الأخير سبعة مؤخرة الدجاجة الدجاج حنا نستخدمه بشكل يومي غدا عاشا أنتم معالفين يعني نستخدم الدجاج ونستهلك بشكل يومي لكن سراحة يعني الجلد ممكن الرأس حنا ما ناكل الرأس مع الدجاج ما فيه ممكن بره ممكن يأكلون الرأس لكن عندنا هنا ما ناعد لكن الأرجل سراحة شي غريب عادة من الناس اللي مد من على الأرجل واخرة الدجاجة ما أدري والله يجب عاية الخير شرايكم أنتم في هالمعلومة اكتبونا بالكمنتات من الفيديو نستفيد